موسيقى 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 للخبر بقي أهلا بكم وزير الصحة اللبناني فرسلابيض يعلن في مؤتمر صحفي عقده في بيروت انتشارا واسعا للكوليرا معظم الحالات متفشية في أوساط النازحين السوريين كما يقول يضيف أيضا أن الوزارة لاحظ تزايدا في عدد المصابين عند المواطنين اللبنانيين وهو ما يرفع درجة الاستعجال لإيجاد حلول بينما يستدرك في نفس الوقت بقوله إن تأمين المياه النظيفة مهم بالنسبة لمن انتشار الكوليرا وإن المنظمات الدولية تقوم بجهود في هذا السبيل وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في تقرير لها ارتفاع عدد وفيات الكوليرا إلى خمسة وتسجيل ما يتجاوز الثمانين إصابة جديدة ليبلغ العدد التراكمي مائة وتسعة وستين إصابة الوزارة أشارت في السادس من شهر الحالي إلى أنها سجلت أول إصابة بالكوليرا في البلاد منذ عام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين في محافظة عكار الشمالية من جهة أخرى تفيد تقديرات لبنانية بوجود نحو مليون وثمانمائة ألف لاجئ سوري منهم ثمانمائة وثمانون ألفا فقط مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كما يوجد حوالي مائتي ألف لاجئ فلسطيني الكوليرا هذا الوباء الذي ينتقل عن طريق المياه ويسبب إسهالا حادا يهدد حياة المصاب إذا لم يخضع للعلاج يسجل بعودته في هذا الوقت تدهورا للوضعية الصحية للاجئين السوريين الذين يعانون مسبقا من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة في ظل قلة الحلول والأصوات الدولية منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونساف كانت أمنت كمية من المزوت للاستعمال في محطات ضخ المياه في البقاع والشمال للتخلص من أي مياه ملوثة حسب الصحة اللبنانية بينما تعمل هذه الأخيرة على تجهيز مستشفى ميداني في عرسال مع وجود ثمانية مستشفيات ميدانية جاهزة توزع عليها المستلجمات العلاجية وهي خطوة تقدر لكنها تطرح التساؤل عن قدرتها على حل هذه الأزمة الصحية لمناقشة هذا الخبر ودللاته معنا من بيروت الدكتور عاتكا بري رئيس مصلحة الطب الوقائي بيزارة الصحة اللبنانية ومن بيروت أيضا هبة هيكل مديرة برنامج تمكين اللاجئين في لبنان ومن بيروت الدكتور عبد الناصر أبو بكر مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية منها في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وأبدأ مع دكتور عاتكا لماذا وصل الحال إلى ما هو عليه اليوم نتحدث عن لبنان بالنهاية وخمس وفايت بيكوليرا بعد 29 سنة من اختفائه من البلد نعم اليوم نحن بنعرف أن مرض الكوليرا كل ما يحتاج إليه لحتى ينتشر ويسبب مضاعفات هو بيئة حاضنة له وللأسف انطلق هذا الفيروس من مخيمات النازحين السوريين نحن بنعرف أنه كانت سوريا تشهد موجة وبائية ولا تزال في جميع المحافظات السورية بهذا المرض وانتقل بطبيعة الحال المرض إلى لبنان كون اللاجئين السوريين يدخلون ويخرجون إلى لبنان خاصة عبر المعابر غير الشرعية وبالتالي وصل المرض إلى لبنان وللأسف كون البيئة حاضنة تردي الظروف الصحية خاصة المياه السليمة الآمنة للشرب لدى في مخيمات النازحين وتخلص غير السليم من الفضلات السائلة كلها عناصر ساهمت بنشر هذا المرض والذي لا يبقى بما كانه أكيد سيطلع من المخيمات وبالفعل وصل إلى اللبنانيين يعني هو لا يخرج من المخيمات وإنما إذا وصلت الفضلات إلى أفواه اللبنانيين عن طريق عدم معالجة الصرف الصحي فهو سيصل إلى اللبنانيين يعني هو لن يخرج من المخيمات هنا نتساءل يعني ما الذي جعل الأمر يصل إلى هذا الحد ألا يفترض أن اللبنان أو الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية دعيني يكون أكثر دقة تعمل على منع حدوث مثل هذه الأمور أم إن إمكانياتكم أضعف من القدرة على منع ظهور كوليرا في البلاد اليوم كل العالم يعرف أنه لبنان يمر في أزمة اقتصادية شديدة لم يشهد يمكن لبنان مثيلا لها يمكن في تاريخه المشكلة أنه فوق هذه المشكلة والوضع الصحي الاقتصادي المتردي ويضاف إليه وضع صحي متردي نتيجة الوضع الاقتصادي المشكلة الأساسية بصراحة بدأت لما وضع النازحين السوريين في المخيمات كان وضع مأساوي للأسف وهذا الشيء يمكن أنتم كأعلميين تقدروا تعرفوه أكثر الناس أنتم أكثر الناس كنت تروحوا وتعملوا مقابلات وإنترفيوات مع النازحين السوريين في المخيمات وأنتم تشهدون على الوضع الصحي المتردي داخل المخيمات فبطبيعة الحال كون نحن نعيش وضع اقتصادي صعب وهذه البيئة الحاضنة للأمراض بشكل عام ومؤخرا الكوليرا هذا كله ساهم بنشر المرض بين السوريين واللبنانيين على حد سواء نعم يعني موضوع المياه الملوثة لم يعد حكرا على النازحين السوريين وإنما أصبح أيضا يطاول المواطنين اللبنانيين سأنتقل إلى الدكتور أو سيدة هبة هيكل مديرة برنامج تمكين لاجئين في لبنان سيدة هبة هل المسؤولية هنا تلقى على اللاجئين الذين يعني هم يتجاوزون مليون وثمانمائة ألف في لبنان ولا يقدرون أن يصرفوا فضلاتهم مثل كل الناس على اعتبار أن الموضوع موضوع فضلات بشرية بالأساس من ناحية الانتقال بعد ظهوره في المياه الملوثة هل هي مسؤوليتهم إذن؟ طبعا بكل الأحوال لا أنا ما بوافق على هذا الطرح نهائيا أنه تكون مسؤولية اللاجئين السوريين فقط ما ننسى نحن عم نرجع هلأ عم نعيد سيناريو اللي صار مع كورونا في مسؤولية كتير كبيرة بتكون على عاتق البلديات ووزارة الطاقة والمياه هيدا إذا كنا عم نحكي فقط بالشق المتعلق بالمخيمات بدون ما ننسى السن الماضي كمية الحاجة اللي كانت عند اللبنانيين لشراء المياه وما بنعرف شو كان مصدر هالمياه فالقاء اللوم فقط على اللاجئين السوريين بالمخيمات هيدا ظلم بحقهم وهيدا بيهمش دور البلديات ودور الوزارات المختصة بهذا الشأن واللي هي وزارة الطاقة والمياه ووزارة الصحة نهائيا بالإضافة إلى عمل المنظمات ولكن هون الخلل ممكن يصير إذا ما كان فيه تنسيق بين جميع الجهات وخلايا الأزمة اللي ممكن تهتم بهذا الموضوع علما أنه الوقاية من مرض الكاليرا أهون من أو أخف وطأة من كورونا أنت أخذينني إلى موضوع الوقاية ولذلك معنا دكتور عبد الناصر أبو بكر دكتور عبد الناصر كمنظمة صحة العالمية في بلد صغير مثل لبنان بعدد سكان صغير حتى عدد اللاجئين يعني الذين يعانون الظروف الأصعب من ناحية التلوث ومن ناحية عدم قدرة الوصول إلى مياه نظيفة وما إليه تبقى أهون ربما من الأراضي السورية على الأقل ومن بلدان أخرى ينتشر فيها السوريون بأعداد أكبر يفترض أن أنكم يعني وأنت مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية في شرق الأوسط أنكم يعني تأهبتم لمثل هذا الأمر أو عملتم على برامج لمنع حدوثه لكنه الآن ينتشر والأدهى أن يعني أن الأمر غير قابل للسيطرة على ما يبدو في إطار تصريحات المنظمات وحتى الحكومة اللبنانية شكرا جزيلا لكم على هذا السؤال دعني أبدأ ونبدأ نقطة ذكرتها من قبل ونقتبت الحال أن مسألة هو ينتشر هذا يعني أننا نستطيع السيطرة عليه وغير قابل السيطرة نافذة من الفرصة لنسيطر عليه والحقيقة إن الانتشار فاشية الكوليرا وتفشيها نريد أنه صحيح الحقائق طبع الحال أن هذا موجة التفشي تؤثر على اللاجئين وهذا لا يعني أن لا يعثر على المواطنين اللبنين وأعتقد أن الجميع عرضة للخطر لانتشار الكوليرا شأنها شأنوا أي إصابة أخرى ربما اللاجئون أكثر عرضة لغياب ماء نظيف والصرف الصحي والتصرف نحن ننشأ نفس المشكلة نواجهها لأن الأزمة في البلاد هناك أزمة اقتصادية وعناصر متعلقة بها وهذا يؤثر على كل الفئات بغض النظر سواء كانوا سوريين أو لبنين وأعتقد أن المرض لا يميزوا بين الجنسية سواء كان لبنانيون أو سوريين مداما تناولوا المرء ماء ملوثا أو غزاء ملوثا يصابوا بالمرض يصابوا بالعدوى ويعاني من بعض الأعراض بهذا السبب وبدأت موجة التفشي بين اللاجئين السوريين وهذا لا يعني أنها تختصر على اللاجئين السوريين لانتشر بالفعل إلى مناطق أخرى وأعتقد أن إذا كانت لدينا إذا كانت الحكومة والشركاء والوطنيين إلا يتحدوا معا ويتكاتفوا معا هذا بتأكيد لم يتحدوا فلن يستطعوا مجابهة المرض لكني أعود إلى سؤالي الأساسي إلى منظمة الصحة العالمية وإلى مكتب أو وحدة التآهب لمخاطر العدوى والوقاية منها يعني يفترض أنكم أول من يواجه أو من يساعد في المواجهة يعني أكون أكثر دقة أيضا وينبه الحكومة أو يوفر لها يعني الإمكانيات أو المقترحات على الأقل من ناحية البرامج لأن هناك خطرا قد لا تكون الحكومة قادرة على مجابهته كما تفضلت دكتورة عاتكة أو أيضا أشارت سيدة هب أعتقد أن في منظمة الصحة العالمية نحن نعمله بشكل وثيق مع وزارة الصحة ومع الوزارات الأخرى ونساعد الوزارة على الاستعداد ولهذا السبب نحن اكتشفنا أول حالة من خلال نظام المراقبة لأن وزارة الصحة لدينا نظام قوي مراقبة تدعم ومنظمة الصحة العالمية وقدمنا إمدادات تكفي لمعالجة ألاف الحالات إذا منظمة الصحة العالمية بنت القدرات العاملين في مجال الصحة لتكون بشكل استباقي لعلاج الحالات وأيضا أي فاجوات وثغرات إذن من حيث الجهد الذي نبذله والمغادة التي نضعها لاستعداد والجهوزية أن هذا الموجة بالمناسبة جاءت بعد انخفاض جائحة الكورونا ونحن عززنا القدرات بالفعل فإذن وذارة برغم من تحديات لديها نظام المراقبة قوي جدا ولهذا السبب نحن اكتشفنا أول حالة بأسرع ما يمكن وكذلك نحن نواصل للاكتشاف كلما تحدث موجة للتفشي في المجتمع كذلك في الوقت ذلك فإن الإمدادات وبلاء القدرات وكل الشيء تفعله وزارة الصحة والحكومة حينما يتعلق بالجهوزية والاستعداد والرد منظمة الصحة العالمية تقدم كل ذلك وأيضا هناك المنظمة الشقيقة لنا باليونيسيف وغيرها تقدم نفس حينما يتعلق بالصرف الصحي والماء ونحن بذلنا ما يكفي ولكن هناك تحديات عزمة ومتصادية واجه البلاد والمنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى وحدها اسمح لي دكتور عبد الناصر لابد أن أعود إلى دكتور عاتي كبيري الآن أنتم كوزارة الصحة ما الذي تحتاجونه أو لدينا ممثل منظمة صحة العالمية يقول أنكم تعملون معا اللاجئين ربما يكون هناك تعاون حكومي وسيدة هبة ستطلعنا على برامجهم أو مشاريعهم في هذا الصدد إلى ماذا تحتاج وزارة الصحة اللبنانية اليوم تتحدثون عن مستشفيات ميدانية إلى ذلك لمواجهة الحالات في صورة توفر أيضا الأمصال والعلاجات المناسبة ولكن هل لديكم ما يكفي لمواجهة العدد الحالي وإذا لم يكن هناك ما يكفي إلى ماذا هو المياه الملوثة ووصول فضلات البشرية مجددا إلى البشر اللي يستهلكوها سواء في شكل مياه أو في شكل أغذية هذا يبدو أنه يحتاج برنامجا متكاملا هل لديكم ما يكفي أم أنكم تحتاجون للمساعدة ولو سمحت بدقة وبأرقام صح يعني حضرتك وضعت الأصبع على الجرح تحديدا نحنا بدي أقول شغلة وقالت تفضل فيها معالي الوزير اليوم نحنا إذا وصلنا تنعالج الحالات داخل المستشفيات من كون تأخرنا يعني المطلوب في مكافحة الكوليرا وهيدا شيء معروف بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والأسرة الخاصة وحتى اللقاحات ولا الفحص السريع لا حتى نعرف إذا هالشخص عنده كوليرا الأهم من هذا كله أن نحن نأمن مياه نظيفة للشعب اللبناني أو لكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية ونأمن تصريف سليم للصرف الصحي خارج هول الشغلتين الأساسيتين ما نقوم به هو جيد ولكنه لا يكفي بالتأكيد هل بهذا المنطق الأمر لم يعد ضمن صلاحيات ومهام وزارة الصحة أنت تتحدثين عن وزارات أخرى في الحكوم صح هو مثل ما تفضل دكتور عبد الناصر الموضوع يحتاج إلى تكاتف جميع الوزارات والمنظمات المعنية لحتى نقدر نطلع من هذه المشكلة بأقل الخسائر وغير هيك من يكون كمن يقوم بتعبئة دلو يعني بدون قعر وهذا الشيء أكيد يعتبر يعني يعتبر يعني غير عقلاني إذا بدنا نعمل كل التواجهات وكل التركيز على المستشفيات وعلى أكيد هي أشياء يجب أن واحد يقوم فيها ونظمة الصحة العالمية مشكورة وإلى عدد الوفيات نتحدث عن خمس وفيات ومئة وتسعة وستين حالة مرصودة الآن هل ما تتوفرون عليه من علاجات وأدوية ولقاحات يكفي في المدى المنظور ووفق التوقعات لمجابهة الأزمة الحالية على الأقل في صورة ما إذا ربما قامت باقي الوزارات ونأمل ونأمل ذلك بدورها في تنظيف المجاري وفي توفير المياه النظيف نعم بالحد الأدنى نحن نحصل على المساعدة المطلوبة من منظمة الصحة العالمية مشكورة جدا وبعض المنظمات الأخرى التي أبدا لا تتقاعس بتأدية دورها وفي أكثر من جهة متبرعة ومستعدة لتساعد اللبنانيين واللاجئين السوريين على حد سواء ولكن نحتاج يمكن أنا بالنسبة لأيلي كخبيرة وكرئيسة مصلحة الطب الوقائي نحتاج إلى فحوصات سريعة يمكن للمياه لحتى بتعرف الكوليرا اليوم لا تنتظر أحد يعني خلال ساعات قليلة ممكن الإنسان يصاب بالكوليرا وبالتالي نحن نحتاج إلى أن نسبق الكوليرا من حيث تشخيص المصادر الملوثة للمياه والسرعة إما في كالورتها إذا في إمكان كالورتها أو توقيف استعمال من قبل المواطنين وتوفير مصادر بديلة أيضا هذا ما يفترض أن تعمل عليه الحكومة لكني سأعود إلى سيدة هبا هيكل يعني أنتم ضمن برنامج تمكين اللاجئين سيسأل أحدهم اللاجئون عن أي تمكين نتحدث والحال أنهم يعانون الكوليرة هل تفتقدون إلى الإمكانيات أم تفتقدون إلى التعاون الحكومي أم ماذا بالضبط فيما يتعلق بهذا الموضوع اللي بينقص بشكل كتير واضح هو التنسيق لأن الإمكانيات ممكن تكون موجودة والموارد تكون موجودة ولكن التخطيط والعمل على خط الطوارئ بتكون بشكل عادل ومتساوي على جميع المخيمات أو المناطق اللي فيها حالات زيادة هي تنقص فقط ل إدارة توحد هالجهود تقدر توزع بطريقة جيدة لأنه إذا سيكون في عمل متكرر أو في توجيه لموارد معينة بمخيمات فقط غير عن غيره هذا سيسبب لتفاقم حالات أكثر من مناطق أخر هل المليون وثمانمائة ألف سوري كلهم يبدون أو يظهرون في الصورة أمامكم أمام الحكومة أمام المنظمات المختلفة التي تعمل في لبنان في مساعدتهم أم أن الظاهر منهم فقط وثمانمائة وثمانين ألف المسجلين ضمن مفوضيط الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحتى هؤلاء سيطرح السؤال هل يحصلون على ما يحتاجونه بعد التسجيل أنا ما رح كون عم بقول أي معلومة متعلقة بالأرقام ما عندي مصدر موثوق منها ولكن لما بيكون في خطة عم تعمل بحق عم تشتغل بوضع أزمة ما بتكون عم تشتغل ما بتفوت على مخيم تسأل هل ياتورا هذا الشخص عنده رقم تسجيل بالأمم المتحدة أو لا العمل بيصير على الحالات اللي بتكون موجودة بالتالي ما رح يكون في تفرئة بين أشخاص عددها الواقعي هي الرقم الكبير أو العدد الفقط المسجل أو هو الظاهر حسب الأعداد طيب هل لديكم الآن يعني خطة عاجلة هل تتعاونون مع منظمات أخرى أنت تحدثت عن نقص تنسيق أليس الآن هو الوقت المناسب للتنسيق أيا كان المبادر بالنهاية أعتقد بأسرع وقت ممكن رح الجمعيات رح تكون عم بتنظم حالة لحتى تقدر تشتغل بطريقة منظمة على الأرض نعم وسبق كان عندها هيدا يعني صار في في سيناريو كورونا أردي هني صاروا جاهزين نوعا ما أو عندهم خبرة إلى حد ما بطريقة الإرشاد الصحي أو التواصل على الأرض والتنسيق مع بعضهم طيب يعني برنامج تمكين اللاجئين في لبنان من الناحية المادية هل تستطيعون توفير أموال من منظمات خارجية من منظمات دولية متبرعين دوليين أم أن الأمر يصبح شبيها بالحالة اللبنانية في فقرها مع الأسف الحالي على أمل أنه لا لما نكون عم بحكي أنا عن برنامج تمكين لللاجئين هيدا متعلق بإمكانية إيجاد عمل أو فرص عمل عن بعض وهيدا شق مختلف عن حالة طوارئ مراضية تستوجب تدخل بشكل طارق وهيدا الحالة أعتقد أنه سيكون في مساعدة دولية بهذا الخصوص لا تهمش هذه الحالة لأنه هي حالة مراضية ما نحكي عن وضع مادة أو تأمين احتياجات ببعض الأحيان ممكن تعتبر كماليات طيب دكتور عبد الناصر أبو بكر هل يعني الآن وأنت تقول أنكم بدأتم العمل مع الحكومة ودكتور عاتكة تقول أيضا أن في الحد الأدنى يمكن محاصرة حيث بدأ الوباء ينتشر وأول المناطق وإما إعدام المياه التي لا تصلح أو تنظيف هما إليه مع توفير الأمصال والأدوية هل تعتقد أن لبنان على الأقل لأن الموضوع لا يتعلق بلبنان فقط نحن نتحدث أيضا عن أراضي سوريا مجاورة وعن انتقال المرض من وإلى لبنان وسوريا هل الأمر قبل السيطرة في لبنان حتى إن بقي منتشرا في سوريا أم يجب العمل أيضا في الأراضي السورية بنفس القدر الذي يتم به العمل في الأراضي اللبنانية لكي لا يعود المرض لكل البلدين الحقيقة أنا أعتقد أن هذه موجة التفشي تتيحنا فرصة للاحتواء هذه الموجة وكما قلت وأنت محق أخر تعاتك أيضا بدأت الموجة التفشي البكتيريا جاءت من سوريا ونحن قمنا بتحليل البكتيريا الموجودة في لبنان وفي سوريا من ناحية الوراثية ويمتشابه ويظهر بوضوح أن مصدر هذه البكتيريا أو هذه الموجة التفشي جاءت من سوريا وهنا موجة في تفشي في لبنان ونحن هناك فرصة وقام قال تعاتك ووزارة الصحة تقود هذا التنسيق ولدينا بالفعل برنامج استعداد متكامل الكوليرا والوزارة الصحة وغير ووزارات الأخرى والشركاء والأمم المتحدة وموظمات غير الحكومية تعمل معا وقد وضعنا تلك الخطة التي تعطينا اتجاها صحيحا وإرشادا صحيحا بشكل منسق لكي نصدر احتواء تلك الموجة من التفشي هناك تحدياتهم بطبيعة الحال والتحديات هي عدم وجود الموارد الكافية لمعالجة أو تنفيذ الخطة التي وضعناها وأعتقد أنه هنا والمنظمة الصحة العالمية والمنظمة الأخرى حتى الحكومة تسعى جهدها لتعبئة مزيد من الموارد حتى إذا هذه الموجة انتشرت لا قدر الله ونشهد أخرى فلدينا موارد تكفي لدينا إمدادات ولدينا أيضا الوقود لأنظمة المياه ولأنظمة المجاري وكذلك موارد أخرى لمساءات الصحية وتوعية العامة لا تبدأ أن الكوليرا مرض يمكن الوقاية منه كل ما نريده لأنه بحاجة لتوعية الجمهور أولا وكأننا بحاجة أضاء لتزويد الناس بالمياه الشرب النظيفة ولكن إن نقوم بذلك لابد لنا من أن نبدأ بمنظمة المياه ولكن نفعل ذلك نحن نحتاج الوقود وحتاج الحوافز العاملين في هذا المجال وأعتقد أن الحكومة وكذلك الشركاء ومنظمات لهم تعدى تسعى وسعها وكل جهد لأن تصل الحلول لذلك وتقدم الموارد لذلك نحن بحاجة لمزيد من الموارد لكي نديم من الناحية الصحية البحثة هل تعتبر عودة السوريين اللاجئين إلى أراضي سوريا أمرا صحيا أم أمرا خطيرا في هذا الوقت بالذات لاسا مساعدة الصحية الأمر معقد للغاية أن هناك ناس يصابون بالمرض لذيبون المستشفى هذا أمر صحي لكن مصدر العدوى ليست مرضة صحية لما يتوقف على المياه الملوثة والغذاء الملوث وأنظمة المجاري ما لم نعالج تلك المشاكل التي تسبب المشكلة لن يحلل المشكلة الصحية وللناس فستمر العدوى بين الناس ويصابون بالكولورا ويأتون المستشفى ويطلبون الرعاية الصحية في المستشفى والمستشفى ستكون عاجزة هذا يثقل وكاهلها لكننا نعالج المشاكل الجذرية الأسباب الجذرية ما نحتاج إليه وصلت الفكرة دكتور عبد الناصر شكرا جزيلا لك دكتور عبد الناصر أبو بكر مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية منها في المكتب الأقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية أشكر أيضا هيب هيكل مديرة برنامج تمكين اللاجئين في لبنان كما أشكر دكتور عاتكا بري رئيس مصلحة طب الوقائي بوزارة الصحة اللبنانية كنتم معنا من بيروت في نهاية أشكركم مشاهدين الكرام على متابعتنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة